موسيقى تحدث مساء اليوم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تابونة والرئيس الفرنسي ايمانويلو ماكرون في اتصال هاتفي جرى بينهما حول عدد من المسائل وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد تطرق الرئيسان الى طريقة تهريب واخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بتونس بتاريخ السادس من فبراير لسنة الفين وثلاثة وعشرون كما ان الاتصال الهاتفي سمح بازالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية وما ترتب عنها من تصدع على مستوى العلاقات الثنائية كما اتفق الرئيسان على تعزيز وسائل الاتصال بين ادارتي الدولتين حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات وبالمناسبة ذاتها ابلغ رئيس الجمهورية نظيره الفرنسي بعودة السفير الجزائري قريبا الى باريس